قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور حاتم إذا ردنا نتوقف في معنى إجمالي لهذا الحديث قبل أن ندخل في تفاصيله فماذا نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقسم الجنة إلى ثلاثة أقسام أدناها وأوسطها وأعلاها وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن الجنة مقسمة إلى منازل وأن كل منزلة مقسمة إلى درجات نعم والآن نستطيع أن نقول من مدلولات هذا الحديث أن كل مجموعة من المنازل داخلها عدد أكبر من الدرجات تصنع قسما في الجنة أدنى الجنة ووسط الجنة وأعلى الجنة نعم وقد تعهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن يترك الجدال حتى ولو كان على حق ومتيقنا من صحة موقفه لكن تحول النقاش إلى جد العقيم لا طائل من ورائه من يترك المراءة ومحق تعهد له النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في أدنى الجنة ومن يترك الكذب في كل أحوالي حتى لو كان مازحا يعني لا ضرر يترتب على الكذب لأن الذي يسمعني يعلم أنني أمزح فلن يخدع بكلامي ويعني لن يظن بأن الكذب ده حقيقة ولن يترتب عليه ضرر ولا فوات مصلحة ولا أكل مال الناس ولا شيء من هذا على الإطلاق لأنه ترك الكذب في هذه حالة تعويده للمسلم على أن يبعد لسانه عن الكذب ولا يقع فيه في جد ولا هزل ثم تعهد النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في أعلى الجنة لمن كان خلقه في كل الأحوال والأوقات والتعاملات خلقا حسنا خلق حسنا في البيع والشراء والمعاملة خلق حسنا في الجوار وصلة الرحم خلق حسنا في انبساط الوجه في بزل الخير في كف الأزى في نشر السلام بين الناس صاحب أخلاق حسنا على كل الأحوال هذا الحديث كله يقع في باب الأخلاق ترك الجدال هو من الخلق الحسن وترك الكذب هو من الخلق الحسن والمرتبة الثالثة بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه تشمل هذا كله أزيادة من فضائل الأخلاق والأعمال طيب دكتور الكل يسأل يعني أو البعض يسأل ما الفرق بين المراء والجدال هل هناك فرق؟ يعني الجدال في اللغة قد يكون صحيا أو يكون عبسيا بمعنى يعني مثلا الله تعالى يقول في كتابه الكريم ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن ويقول وجادلهم بالتي هي أحسن المقصود هنا النقاش العقلي العلمي الموضوعي الذي فيه محاولة للوصول إلى الحقيقة في تحري للحقيقة وكل واحد يقول ما عنده من أدلة وعنده استعداد لتغيير قناعة وقبول الحق حتى لو كان مع غيره هذا جدال حسن ونقاش علمي موضوعي يؤدي إلى الاستفادة للطرفين وإلى الوصول إلى الحقيقة أو الاقترب منها لكن عندما يكون النقاش بين من لا يعلمون وناس يتكلمون في قضية لا يعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم نحن أمام جدال مزموم عندما يكون الجدال القصد منه الوصول إلى صحة رأي إلى الانتصار للنفس وليس الوصول إلى الحقيقة هذا مراء مزموم نعم عندما تكون القضية موضع النقاش نفسها قضية لا طائلة من ورائها لا قيمة لها الناس أحيانا يخترعون قضايا يعني لا أساس لها ولا قيمة ولا ينبني عليها علم ولا عمل ولا اعتقاد ولا شيء على الإطلاق جدال من الأجل جدال نعم فالخوض في هذه القضايا الفارغة أيضا هو من تضيع الوقت ومن جلب العدوة من غير منفعة ترتجف في مثل هذه الأشياء المسلم مأمور شرعا أن لا يخوض في هذه الأحاديث نعم وإنه يكون الحوار قاصدا إلى خير ومبنيا على علم ومؤديا إلى معرفة ومؤديا إلى تقارب بين القلوب والنفوس لا إلى بغضاء وشحناء وكما قالوا قديما الخلاف في الرأي لا يفسد لد قضية أو نترك هذا الجدال أصلا وانظر إلى القرآن الكريم ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجادلة المشركين في قضية إثبات وجود الله نعم تمام فقل ما يرزقكم من السماوات والأرض قل الله نعم هل هذه القضية تحتمل اختلاف وجهات نظر يعني؟ لا طبع يعقب القرآن الكريم في أمره للنبي صلى الله عليه وسلم قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال المبين نعم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون إياك أن تدخل إلى الحوار حتى لو كان في قضية مسلمة من وجهة نظرك وأنت تحتكر الحقيقة وتلغي الآخر نعم ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى أن لا يقبل منك الآخر حتى لو كان كلامك حقا وحتى لو كانت حجتك ساطعة وحتى لو كان رأيك يقينيا لابد من أدبيات الحوار أنت هتفعل مني لو أنا قلت المثال ده عشان حياتك موجود قدامي بس أنا هقوله لأنه كان واقع وحصل والناس شافته لما خرج شادي سرور وكتب أنا ألحط وعملته وتعمل مش عارف إيه فوالله أحد الأصدقاء بيقول لي قبل الهوى بيقول لي دخل الدكتور حاتم الناس كلها كانت عملة تشتم فدخل الدكتور حاتم كتب كلام طيب قوي هو بيقول لي هو كلام طيب أنا معرفش أوصفه غير أنه كلام طيب قوي فبيقول لي فجئت أن عدد اللايقات على الكلام الدكتور حاتم وإعجاب الناس بالكلام فاق عدد اللايقات اللي كتبت على البوست اللي هو استفازد الناس كلها فهل يا دكتور فعلا التدخل مع هذه المواقف لما أحد بقول أنا أقل حتى مثلا ده بقول أنا أقل حتى خلاص تبت الدين التعامل بالحسنة هنا أفضل من الهجوم ليس لنا في ذلك خيار الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أدعي إلى سبيل ربك حصرا بالحكمة والمواعظات الحسنة ما فيش غير كده ما فيش فاللي بيستخدم غير الحكمة واللي بيستخدم غير المواعظة الحسنة لا يدعو إلى الله دعوة صحيح أو ليس على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل كان المشركون يعترضون على قضية الإيمان على وجود الله عز وجل وهو ينتظر حتى ينتهي أحده من كلامه ويقول له أفرغت يا أبا الوليد يا أبا الوليد مش يا كافر يا زندق يا متخلف يا جاهل ينادي له بكنيته لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا صخابا ولا صفاقا بالأسواق وكان صلى الله عليه وسلم يخرج من فمه إلا أطايب الكلم وكان صلى الله عليه وسلم داعية إلى الناس برفقه وقد قال له ربه ولو كنت فضا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك يعني أقدر أوصف ده وقول أنه جدال باللتي هي أحسن نعم اللي بيحصل ده نعم والله تعالى قال وَلَا تُجَدِلُوا الَّذِينَ أُوتِ الْكِتَابِ إِلَّا بِاللَّتِهِ أَحْسَنِ إِيَّاكُمْ أَنْ تَسْتَغْرِمُوا طَرِيقَةَ أَهْلَى الْكِتَابِ سيجد أن الأمور كلها محلولة لا يحتاج لا إلى غلظ القول ولا إلى إهانة الناس ولا إلى تنفير الناس إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين أفتان أنت لمن أطال الصلاح حتى ملّى الناس إطالته يعني الإنسان المسلم دائما يتوخى أن يجمع القلوب على الحق لا يكفي أن تكون على الحق حتى تجمع إليه القلوب ولا يكفي أن تكون دعوتك صحيحة حتى تقدمها للناس بألطف الوسائل بالموعزة الحسنة كما هو الهدي القرآني فتكون سببا في تحبيب الناس إلى الله وإلى الدين لا في تنفيرهم ولا في تحويل قضية الدين والدعوة إلى منابزة شخصية وإلى هجوم وهجوم مضاد وإلى قضية شخصية أنت عندما تسيئ الدعوة تخرج الناس من النظر فيما تقول إلى الرد على إساءتك فتصد عن سبيل الله من حيث لا تدري